المتخلفة دي عملت فيك إيه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بيت تنتي هو عنده إيه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من دكتور أهو جيه مساء الخير يا جماعة إيه الأخباري يا دكتور؟ الله يتعبان جداً بقى اليومين صحي ورجلي مش قادر أدوس عليها بس ما تخافش عليها يا حبق كويس خاف عليك إيه وان عرفك أصلاً؟ أنا بسألك عم بابي أستاذ عبد الله؟ لا دا حيخفي دا ما تقلق إيش عليه هو بس أول ما جاء كان حالته تصعب على الكافر جابوا له دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وأنا دوب لسه داخل أنا أصلاً كان بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش أنت اسمك إيه؟ نيلي بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش يا نيلي غير موضوع رجلي دا اللي مش قادر أقف عليها ورغم كده جيت وجيت له عملت إيه بقى؟ عملت أشاعات وتحليل وكل اللازم وإيه أخبار التحليل؟ والله في مشاكل أنا مكنت محتر في رجلي دا ما بين اليوريك أسيد أو الكروكس الجديد اللي هو المخطط دا أنا ماليانة أمال رجلك وأرفك أنا بسألك عن بابي تعبان كويس محتاج إرتاح محتاج دوا دوا؟ سعادة زي ما تفكرينش بالدوا؟ نسيت تدي بابي الدوا؟ لا نسيت أنا أخذ الدوا كان المفروض أخذه من ساعتين ملكش دعوة بنفسك إنت أنا بسألك عن بابي هو حالته إيه؟ أستاذ عبد الله؟ لا دا حيخف بقولك المشكلة فيي أنا سعادة أديني السماعة؟ لا سماعة الموبايل عايزة تطمن على الأولاد يا خبر خير سعتي بأخرا جامد ما تلقيش عليه هو بس لخبط في الأكل شوية لخبط في الأكل إزاي؟ كالت إيه؟ والله يمثلت حاجة من الصبح ده أنا أصلا بصحة من النجمة عشان أجي المستشفى لإن أنا ساكن في العاشق يخرب بيتك إنت أنا مش بسألك إنت بسأله هو أكلوك إيه النس المتخلفة دي؟ ألا؟ طب وأنا مالي هو اللي التفز وكال طبق المخاصي كله الوحي يعني إيه مخاصي؟ أه؟ إيه يا جماعة مش بتردوا لإيه؟ يعني إيه مخاصي؟ إيه مخاصي دي يا دكتور؟ طيب ليش رحاضها يا سيدي أقول لها أقول لك عادي؟ أي وأقول إنت إزاي تقولي كده؟ وإنت يا ستة قليلت الأدب إزاي تأكلي بابي الحاجات دي؟ لا بأه؟ لا يا خالتي سبيها لأنا طب ما عليش يا جماعة يعني قبل ما تتخنوا أستأذن أنا بس عشان عندي معا الدكتور طيب أكلمني ها؟ يعني حاوم بالسلامة واجي لك أخذ بالك من نفسك حاضر أقول لك يا بيتانت أنت تتكلمي معانا عدل بدل ما تديك قلم تففك سنانك على فكرة أنا كمان ممكن أديك قلم تففك ودانك إيه الهبل دا؟ ما فيش حاجة اسمها تففك ودانك أصلا؟ هو أصلا ما فيش حاجة كمان اسمها تففك سنانك الناس بالتفافة عاديك لا تفوه بس كيف هيك وقرف أنتو الاتنين نيلي أنا بقيت كويس لا يا بابي أنت مش كويس عن إذنكو بقى عشان بابي محتاج يرتاح بيه تفضلي خدي خدي لك ميكرو باس بقى ولا توك توك ولا الحاجة اللي بتركبوها دي وانتي والستة اللي معك دي تفضلي لا يا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجة بدل الجاكتة المأزعارة اللي انتي لابسها دي مأزعارة؟ انت عافة الجاكت دي براند ايه أصلا؟ ايه يعني؟ برشكة؟ برشكة؟ الجاكت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله ليه ان شاء الله؟ جاكتة ولا مزععة في الصحراوي يا بنات مش كده كفاياكم ده كفايا بابي انت تسكوت خالص بالحاجات الغريبة اللي انت كالتها دي من فضلك من اللي انت حيبت اللي بنادي يعني انت معاهم علي تاني؟ انا مع الحق اوكي يا بابي نتحسب في البيت وكفايا كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم باي باي انا عسفة والله يا عمو يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها لا يا ايو تيكيش حاجة تعرف يا نيلي عصبية بس بتطلع وتطلع وتدل على ما فيش لا 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 اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول يعني دي قللت الادب دي ما تربيتش ربع ساعة ما انا بيقولك يا عصبية لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحة عمالة تهزقك قدام الناس بصراحة حادتك قليت في نظري جامد مش معقول خليتك هزق يا بنتي البغة ابيض والله ما تقصتش خلاص بقى يا شريعان ما تسكتي بقى سلامتك يا سي عبدالله انا مكسوفة من روحي اوش الزهر يا اخوي ان انا تقلت عليك انت اللي مكسوفة انا اللي مكسوف اوي سرقت منك وامتى بكلام مهمة اوي ملحوق استريح انت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين بقى نكمل كلام لا بيتي الا استريح فيه انا هنزل الشغل فورا انت سمعت الدكتور قال ان انا كويس ده يرسيبك من الدكاترة دي كمان يعني انا اول ما هنزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي الدكتور ربيع احسن دكتور في مصر هيجي تابع الحالة لا تنزل الشغل زي وانت تعبان كيت خلاص يا خالتي بيقولك هينزل الشغل وانا ان شاء الله من بكر هنزل استلهم الشغل باذن الله وبعدين هراعي عمي ودي له الدواف معايد خلاص يا خالتي اه اذا كان كده معلش خلاص بقى اللي تشوفوه الحمدلله على سلامتك يا سي عبدال الله يسلام انا حبعج عليك في المكتب عشان اتطمن عليك تنوري الدنيا كلها ست صباح بتاعيش يا سي عبدال سلامتك يا أخويا ألف سلامة الله يسلمك يا غالية بعد اسم مع السلامة يا عمو ألف سلامة خد بالك من روحك يا سي عبدال شفر بكرة الدواف معادي يا سي عبدال وبعد هالك صباح شباب 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 موسيقى صباحا خير صباحا مريفاً المكتب مستعبد الله مفضلة حضرت في السكر تريع شكرا حيلا موسيقى صباحا الخير تفضل صباحا نور اه بعد اذنك كنت عايزة اقبل مستر عبدالله لا هو في الحقيقة مجهول دلوقتي اقوله مين انا شريهان عبدالحليم هو كان ايل ياب انت اخو مستر عبدالله صح اه هو انا باحبش اجيب صورة القاربة في الحاجات دي بس انا بنت اخوة لازم ولا ايهمك هو كان ما فهمني كل حاجة تفضل معي انا هوليكي المكتب مكتب اه مكتبك فضالي ده مكتبك محاة أمك ايه؟ يعني شكراً طيب، فضالي بقى واجه على مكتبك وهيجيلك حد دلوقات يقولك طبيعة شابلك شكراً شكراً الحمد لله يا رب الحمد لله السلام عليكم أنا شريهان زملتك هنا إن شاء الله 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 يا ربي الحمد لله يا رب يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله ايه ده؟ مش مشكلة الحمد لله الحمد لله الحمد لله كتير لا كتير بس والله لو السقف وقع عدد ما يغنى عدالك عدالك لا كتير لا إذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شاور شاور هاي سو هاي أنا لي أنت كنت فين كل ده أول ما كلمتني خدت شاور والبستو عملت مايكوب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني وبعدين عملت مايكوب والبستو وجيت لتجاري أيها بس إحنا كان ما عادنا من ساعتين على فكرة سو بليز ما تدقنيش عشان أنا بجد مش طاقة نفسي مش عارفة لي من ساعتما دخلت الناس قاعدة بتبصي لي عنيحة بتبز يعني كأن جينيفا لورنس دخلت النادي ليه عيون بتبز آه عشان الانتربيو لانا عادتني برح تفرقت انا ومامي وقلبنا جيران وقلبنا بحبكورن اللي تكتي بتقولي ذا يور هلاريوس بس انتظرت مجرد بس بس انتظرت مجرد بس شكرا كما تبقى ايدي صحيح شوفتي بوصت اللي جسي عميت الشيرينج على فيسبوك وتويتر وإنستغرام معميتل سنابشات ستوري وواتساب جروب طبعاً ما هي لازم تستطفل ميا البركة نيلي ايديكي تس قوة تستطفل ميا العكرة ماذا اكيد دلوقتي جسي بقى فرحانة قوي فاكرا انها فضحتني وانا همشي في الشرع بعيات مش مزدع نفسي ازاي جسي عميت فيها كده هي عبيتة دي ولا ايه انا هاعرف ازاي اجننها وادمرها وخليها مباشي كده عينها فالأرض ازاي انتي حافة جسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده عادي طبعية زينا يعني انت فكر انها كانت حلوة حلوه نفسي يا كده حدث حالي يعني لأ خالص كلها فاك كلها واصلاً كمان اسمها جيسي ولا حتى جسمن اسمها يسمينا ايوووووو نوفي هو اسيمينا السيمينا ايوووو نعد هى سيمينا اكيدا انا انت عافة بعد كده سفرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملية دلوقتي وخبت كل صورها القديمة بس انا بقى هاعرف اجيب الصور دي ونزلها لها انا مش هخلي موبايل في ماصر غير عليه الصور دي ايا بس انتي بتقولي انها بخبايا صور هتجيبي صور ازاي يعني انتسحبها القديم بلا كتما سحبها قبل ما تسافر مين صحابه دا احنا عرفوا؟ انا سألت وعرفت ان هو واحد في الجامعة في انجينيرين لسه في الجامعة دا تسو ويرد ايه الجهل دا يسو بقولك انجينير